من المؤسسات التربوية التي تؤدي أدواراً تربوية هي المؤسسات الترويحية أو المؤسسات الترفيهية وفي تعريفها نقول هي المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالجانب الترويحي للإنسان ويمكنه أن يمارس فيها بعض الأنشطة المتنوعة طلباً للمتعة الشخصية أو الترفيه أو ممارسة الهواية أو الاسترخاء ونحو ذلك مما يضفي على النفوس شيئاً من المتعة والمرح والتسلية والانطلاق والارتيح النفس يعني في المجتمعات الحديثة أو المجتمعات المعاصمة والمجتمعات المتطورة صار للجانب الترفيهي مكانة في حياة الناس مكانة مهمة تدريجياً تدخل وتنتشر وهذه المكانة والمساحة تتوسع تدريجياً كل ما تطورت هذه المجتمعات فهي إذن فضاءات تحقق للإنسان المتعة والمرح والتسلية والانطلاق وكل ذلك يؤدي في واقع الأمر إلى الارتياح النفسي الضروري لشعور بالسعادة في الحياة ما هي هذه المؤسسات الترويحية أو الترفيهية بصورة عامة؟ هي مؤسسة الأندية الرياضية والمنتزهات العامة والحدائق والمسارح ودور السينما والملاعب والمراكز الموشينية والمعارض والتجمعات التجارية والملاهي ومدن الألعاب والمتاحف ونحوها من هذه الأمور إذن هي قريبة جداً من المؤسسات الثقافية في واقع الأمر لأنه لو انتبهنا لها جيداً لو وجدناها جزء من المؤسسات الثقافية ولكن أعطيناها هنا مع الدكتور صالح أبو عراد تسمية خاصة أو تخصيص بأنها ترويحية وترفيهية لأن الغالب على وظيفتها التربوية هو هذه التربية النفسية يعني أو الحقيقة السعادة النفسية للأفراد طيب ما هي الأدوار أو الوظائف الأساسية لهذه المؤسسة الترويحية والترفيهية؟ الدور التربية الأول هي أنها تكسب النفوس الحيوية وتجديد النشاط والبهجة والسعادة طبعاً نوادي الرياضة مثلاً نوادي الجيم نوادي كمال أجسام نوادي ممارسة كرة القدم نوادي الفروسية نوادي الرماية نوادي المغامرات أو الرحلات كلها نوادي النشاطات فيها تكسب النفوس الحيوية وتجدد الشعور بالبهجة وبتكسير الروتينية روتينية العمل في الحياة كونها الدور الثاني وهو مهم جداً تساعد على حسن استثمار أوقات الفراغ طبعاً وقت الفراغ من الأوقات ثمينة جداً في المجتمعات المثقفة والمجتمعات المتحضرة لأن الوقت الفراغ ليس هو وقتاً ضائعاً بل بالعكس هو ما يسميه ماركيوس الوقت الحر ماذا يعني الوقت الحر؟ هو الوقت الذي فعلاً يخرج فيه الفرد من أنظمة العمل ورقابة العمل ليلتقي بنفسه كما يريد كما يريد هو يعني يلتقي برغبته الحرة فتنطلق تلك الرغبة طبعاً في إطارها الحسن في إطارها الجيد في إطارها المنضبط في إطارها الإيجابي وليس في الإطار طبعاً السلبي فيه استمتع ويمتع كذلك من الأدوار التربوية أنها تتيح للأفراد الاندماج الاجتماعي مهم جداً بالنسبة لعلماء الاجتماع وعلماء نفس قصة الاندماج الاجتماعي حتى أنه بعض حالات الاكتهاب وبعض حالات التوحد الخفيف يمكن معالجتها عن طريق المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو أنشطة الجماعات الألعاب الجماعية الرحلات الجماعية ربما لعب الأدوار ما يسمى بناشطات لعب الأدوار في الأعمال المصرحي إلا غير ذلك هي على كل حال نشاطات متنوعة ومختلفة كذلك من الأدوار التربوية لهذه المؤسسات الترويحية وترفية أنها تتيح للفرد اكتشاف قدراته ومواهبه نعم تتيح للأفراد اكتشاف مجالات أخرى في شخصيتهم لم تكن مكتشفة أو على الأقل لا يسمح لها إطار العمل أو إطار الحياة اليومي الروتيني بأن تنطلق تلك القدرات والمواهب تنطلق من عقالها وهكذا تظهر وتمشط فإذا هي تسمح لها بالنشاط من كذلك من الأدوار التربوية أنها تسمح بإطلاق القدرات وممارسة الهوايات طبعا لكل منا هواية خاصة بالتأكيد أو أكثر من هواية ولكن المشكلة هو أننا لا نجد دائما الفضاءات المناسبة لممارسة هذه الهوايات ولذلك كثير منا يتخلى رغما عن نفسه ورغما عن أنفه عن تلك الهوايات لكن في الواقع وجدت المؤسسات الترويحية والترفيهية لتوفر الفضاء لإشباع تلك الهوايات الجميلة التي لدينا جميعا أخيرا من الوظائف التربوية لمؤسسات الترويحية والترفيهية أنها تكتشف المواهب وترعاهم وهذا أيضا رأيناه وتكلمنا عنه وشرحناه في الأدوار التربوية للمؤسسات الثقافية وهنا أيضا مؤسسات الترويحية والترفيهية في الواقع تكتشف هذه المواهب لأنها توفر لهم فرصة ظهور هذه المواهب وترعاهم تنميها وتشجعها وتحفظها وتطورها باستمرار